طلاب الصف الرابع الابتدائي منها Connect 4 السلام عليكم ورحمة الله وإهلا بكم معي وليسون 2 من يونت 1 I feel good إن شاء الله يا أولاد النهاردة هنبتدي ليسون 2 هيكون عندنا science اللي هو العلوم هناخد مع بعض أجهزة الجسم like digestive system اللي هو الجهاز الهضمي digestive system digestive system نقرأ مع بعض بالروحة الكلمات look and read المعيدة stomach 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 الأمعاء الدقيقة small intestine small intestine إحنا عارفين small اللي هو صغير small intestine اللي هي الأمعاء اللي هي أولاد الدقيقة طيب الأمعاء الغليظة large intestine large intestine large intestine mouth 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 المريء esophagus esophagus المريء esophagus esophagus الوظيفة بتاعته إيه moves food to the stomach بيعمل إيه بين الطعام للمعيدة يبقى المريء بين الطعام لإيه أولاد للمعيدة نقولها تاني esophagus moves food to the stomach esophagus moves food to the stomach بعد كده العصارة المعيدية gastric juice gastric juice gastric juice بتعمل إيه بقى يا أولاد digestis food in the stomach بتهضم الطعام فين في المعيدة digestis اللي هي بتهضم علشان كده الجهاز العظمي اسمه إيه يا أولاد digestive يبقى نقول تاني العصارة المعيدية gastric juice digestis food in the stomach after that يا أولاد اللي هي الأمعاء الدقيقة small intestine small intestine small intestine بتعمل إيه small intestine completes the digestion تاني small intestine completes the digestion يعني بتستكمل عملية الهضم نقولها تاني يا أولاد small intestine completes the digestion إن الأمعاء الدقيقة بتعمل إيه بتستكمل عملية الهضم نيجي ليه اللي بعد كده large intestine large intestine الأمعاء الغليظة large intestine بتعمل إيه بقى takes water and salt بتاخد المية والملح salt اللي هو الملح from food for the body it removes waste نقول تاني large intestine الأمعاء الغليظة takes water and salt from food for the body بتاخد الماء والملح من الطعام from food for the body بتاخد الملح والماء من الطعام وتديه مين يا أولاد للجسم it removes بعد كده بتتخلص removes يعني بترمي أو بتتخلص waste من الفضلات نقرأها تاني large intestine large intestine takes water and salt from food for the body from food يعني بتاخده من الطعام الماء والملح بتاخده من الطعام for the body للجسم it removes waste it removes waste وتتخلص من الإيه من الفضلات معليش يا أولاد درس تقيل شوية بس نحاول إن نسهله مع بعض look read and follow نشوف مع بعض the esophagus the esophagus اللي هو يا أولاد المريء the esophagus goes from يصل بين يصل من goes from the mouth to the stomach نقول تاني the esophagus goes from يصل من the mouth يصل من إيه يا أولاد the esophagus goes from the mouth to the stomach بيصل من الفم لحد المريء number two بيقول لي when the food moves from the esophagus to the stomach لما الطعام بيتحرك من المريء للمعدة إيه اللي بيحصل the gastric juice digestes العصار المعدية بتعمل إيه بتهضمه بتقوم بهضمه تاني وين هنا طالما مش سؤال قلنا يبقى معناها إيه عندما when the food moves from the esophagus to the stomach عندما يتحرك الطعام من المريء إلى from يعني من to يعني إلى خلينا فهمنا كده when the food moves from the esophagus to the stomach the gastric juice digestes it the gastric juice digestes it إن العصار المعدية بتعمل إيه أولاد بتهضمه أو بتقوم بهضمه number three أولاد بيقول food الطعام moves from the stomach بيتحرك من المعدة إيهنا بنتكلم دلوقتي على مراحل هضم الطعام food moves from the stomach to the small intestine للايه إلى الأمعائس الدقيقة to complete the digestion لحد علشان تستكمل إيه أولاد عملية الهضم يبقى تاني أول حاجة قلنا اللي هو المريء وبعدين المعدة ودلوقتي من المعدة حيروح فين للأمعائس الدقيقة food moves from the stomach to the small intestine to complete the digestion علشان تستكمل إيه عملية الهضم number four بيقول لي إيه the large intestine الأمعاء الغليظة is around the small intestine حول إيه توجد حول إيه الأمعاء الدقيقة it takes water and salt إنها تأخذ زي ما قلنا بتأخذ المية والملح from food من الطعام for the body للجسم it removes waste إنها تتخلص من الإيه من الفضلات نقرأها تاني the large intestine is around around يعني حول يعني الأمعاء الغليظة موجودة حول إيه the small intestine the large intestine is around the small intestine it takes water and salt salt اللي هو الملح بتأخذ المية والملح منين from food for the body من الطعام للجسم it removes waste إنها تتخلص من الإيه من الفضلات بعد كده يا أولاد بيقول لي look and read when we eat عندما نأكل we use our digestive system إحنا بنستخدم our دي حاجة يعني معناها ملكنا يا أولاد لما بنمر بكلمة ممكن تكونوا مش عارفين بنقولها we use our digestive system بنستخدم جهازنا الهضمي to digest what we eat لكي يهضم ما نأكله نقول تاني we use our digestive system to digest what we eat إحنا بنستخدم جهاز الهضمي بتاعنا علشان يهضم ما نأكله we put food in our mouth إحنا بنحط الطعام فين في أفواهنا we chew food with our teeth we chew food with our teeth chew يعني يا أولاد نمضغ chew يعني يمضغ نقول تاني we chew chew food with our teeth بنمضغ الطعام بإيه؟ بأسناننا then بعد ذلك the food goes down the esophagus تاني then بعد ذلك the food goes down the esophagus يعني إيه؟ بعد كده then يعني بعد ذلك الطعام ينتقل عن طريق إيه؟ أو إلى الإيه؟ عن طريق المريء it arrives in the stomach بيصل فين يا أولاد؟ للمعدة it arrives in the stomach بيروح فين للمعدة يبقى نقول تاني then the food goes down the esophagus بينتقل عن طريق المريء it arrives in the stomach للمعدة يعني بيعد على المريء وصولاً للمعدة in the stomach في المعدة the food mixes with mixes with يعني بيختلط ب the food in the stomach دي بقى رحلة الطعام جوه المعدة داخل المعدة in the stomach the food mixes with بيختلط بإيه أولاد؟ the gastric juice بيختلط بالعشرة المعدية تاني in the stomach the food mixes with the gastric juice الطعام بيختلط بالعشرة المعدية the gastric juice changes the food into a simpler يعني العشرة المعدية دي بتعمل إيه أولاد؟ changes the food into يعني بتحول الطعام لصورة أبسط into a simpler يعني صورة أبسط from form لشكل أبسط أو لصورة أبسط to get energy to get a energy اللي هي للحصول على الطاقة and nutrients اللي هي إيه أولاد؟ الطاقة والعناصر الغذائية we need the energy and nutrients إحنا بنحتاج الطاقة والعناصر الغذائية in our body لأجسامنا نقرأ تاني when we eat عندما نأكل we use our digestive system بنستخدم الجهاز الهضمي بتاعنا to digest what we eat ليهضم إيه ما نأكله after that we put food نحن نضع الطعام in our mouths بنحط الطعام إيه في أفوانا في الفم we chew food بنمضغ الطعام with our teeth بأسنننا then بعد ذلك the food goes down the esophagus الطعام بينتقل عبر الإيه أو عن طريق المريء it arrives in the stomach وصولا لإيه للمعدة in the stomach في المعدة the food mixes with with the gastric juice في المعدة الطعام بيختلط بإيه بالعصارة المعدية the gastric juice العصارة المعدية changes the food into a simpler form بيحول change into يعني يحول changes the food into بيحول الطعام لإيه لصورة أبسط a simpler form to get energy ليه بيحول الطعام لصورة أبسط to get energy علشان نحصل على الطاقة and nutrient يعني إيه العناصر الغذائية ثاني neuterians neuterians يبقى بيحولوا to get بتحولوا لصورة أبسط to get energy and neuterians للحصول على الطاقة والعناصر الغذائية we need the energy بنحتاج للطاقة and neuterians والعناصر الغذائية in our body لأجسامنا نقرأ مع بعض يا أولاد إكسرة vocabulary يخدم digest 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 يحصل على get 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 أسنان teeth 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 طاقة energy 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 يخلط mix 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 مواد غذائية neuterians 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 بعد كده expressions and phrases تعبيرات يستخدم شيئا مالكي يستخدم شيئا مالكي use something to use something to use something to يصل إلى arrive in arrive in arrive in ينضغ ب chew with chew with chew with يخلط ب mix with mix with mix with ينزل إلى go down go down go down يتحول إلى change into change into change into after this يا أولاد checkpoint نختبر نفسنا كده نشوفها نحل إزاي بيقول لي read read any pot throw or falls نبوان we chew food with our nose عرفين chew يعني إيه يمضغ برضو عليكو we chew food with our nose طبعا إيه it's falls we chew food with our mouth بنمضغ بإيه بفمنا مش بأنفنا نبو the food mixes with the gastric juice yes true دي معناها إيه إن الطعام بيختلط بالعصارة المعيدية طبعا number three we need energy any nutrients in our body طبعا إيه it's true إحنا محتاجين الطاقة والعناصر الغذائية لأجسامنا بعد كده يا أولاد بيقول لنا look read any notice اقرأ وإيه انظر وقرأ ولاحظ number one بيقول healthy digestive system جهاز هضمي صحي لما نعمل إيه in the picture the boy walks بيمشي ده صحي للا إيه للجهاز الهضمي number two the girl eats fruit بتاكل إيه فواكه ده صحي طبعا للجهاز الهضمي number three the boy drinks water بيشرب إيه ماء نشوف هنا بقى unhealthy digestive system جهاز هضمي لكن غير صحي هنا زي ما احنا شايفين الولد قاعد مش بيتحرك وبيلعب اللي هو الألعاب الإلكترونية number two البنت إيه she eats ice cream بتاكل ice cream طبعا غير صحي ثالث حاجة لنه هو الولد بيشرب بيبسي letter B يا أولاد هناخد جهاز جديد إحنا اللي فات ده كان الجهاز الإيه digestive system الجهاز الهضمي دلوقتي بقى هناخد respiratory system respiratory system اللي هو الجهاز التنفسي respiratory system respiratory system respiratory system look and read هناخد برضو أجزاء الإيه الجهاز التنفسي أو أعضاؤه nose 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 اللي هو طبعا الأنف mouth 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 اللي هو الآيه الفم اللي بعد كده الريئتان lungs 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 الحجاب الحاجز diaphragm 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 بعد كده يضخ يعني pump 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 to move quickly from one place to another يعني إيه أولاد ليتحرك سريعا من مكان إلى آخر pump اللي هو إيه يضخ to move quickly from one place ليتحرك سريعا quickly يعني سريعا أو بسرعة to move quickly from one place to another لآخر يتحرك سريعا من مكان لآخر after that news news زي ما قلنا this is the center of the face this is the center this is in the center of the face توجد في منتصف الوجه this is اللي هو news يعني this is in the center of the face after that lungs lungs اللي هي الرئتان we have two of these لدينا إيه اثنان they are inside the body موجودين فين يا أولاد؟ داخل الجسم inside يعني داخل نقول تاني lungs we have two of these لدينا إثنان they are inside the body موجودين داخل الجسم after that diaphragm 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 اللي هو الحجاب الحاجز this is the muscle عضلة under the lungs عضلة موجودة فين؟ under the lungs يعني أسفل الرئتين diaphragm this is the muscle under the lungs diaphragm this is the muscle under the lungs after that breathe breathe اللي هي يتنفس breathe 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 يعني يتنفس to take in oxygen and give out carbon dioxide تاني or dioxide تاني breathe يعني يتنفس to take in oxygen لكي نتنفس الأكسجين and give out carbon dioxide dioxide اللي هو ثاني أكسيد الكربون يعني بنتنفس الأكسجين ونستخرج ثاني أكسيد الكربون تاني breathe breathe يتنفس to take in oxygen and give out carbon dioxide بعد كده يولد بيقول لي نوت ملاحظة the large lung the right lung اللي هي الرئة اليمين is larger than the left lung يعني إيه حجم الرئة اللي على اليمين أكبر حجماً من الرئة اللي إيه إلا على اليسار تاني the right lung right يعني اليمين the right lung الرئة التي على جهة اليمين is larger than أكبر من the left lung من الرئة التي على اليسار after that يولد بيقول look read and follow number one we breathe through our nose إحنا بنتنفس من خلال إيه يا أولاد أنفنا we breathe through our nose throw يعني من خلال خلال نحن نتنفس من خلال ألفنا we breathe through our nose number two the diaphragm goes down الحجاب الحاجز إيه ينخفض تاني the diaphragm goes down الحجاب الحاجز ينخفض number three the diaphragm pulls air بيعمل إيه بيسحب الهواء into our lungs تاني the diaphragm الحجاب الحاجز pulls air into our lungs بيسحب الهواء للإيه للرئتين the diaphragm pulls air pulls يعني يسحب أو يقر pulls air into our lungs number four when the air arrives in our lungs عندما يصل الهواء إلى رئتين اللي بيحصل the oxygen goes into our blood الأكسجين بيروح في يا أولاد يتدفق إلى الدم تاني when the air arrives in our lungs the oxygen goes into our blood للدم بتاعنا أو بيتدفق للدم بتاعنا number five بيقول إيه يا أولاد the heart اللي هو القلب the heart pumps the blood القلب بيدخ الدم around around our body في جميع أنحاء جسمنا حول أنحاء جسمنا أو في جميع أنحاء جسمنا the heart pumps the blood around our body يعني التاني إن القلب بيدخ الدم لجميع أنحاء الجسم number six يا أولاد بيقول the diaphragm goes up and pushes the air with carbon dioxide out of our lungs يعني إيه يا أولاد الحجاب الحاجز the diaphragm الحجاب الحاجز goes up and pushes بيعمل إيه بيتحرك and pushes وبي وبيدفع الهواء بيخرجوا بره بقى and pushes the air pull يا أولاد يعني يسحب الأبوزيت بتاعها أو العكس بتاعها إيه push يعني يعني يدفع يبقى push يعني يدفع pull يعني يسحب هنا بنقول أثناء بقى غروج ساني أكسيد الكربون the diaphragm اللي هو الحجاب الحاجز goes up and pushes the air with carbon dioxide out of our lungs إن الحجاب الحاجز بيتحرك لأعلى وبيعمل إيه يا أولاد يدفع الهواء المحمل بثاني أكسيد الكربون للخارج خارج الرئتين بقى خلاص نقرأها آخر مرة the diaphragm the diaphragm goes up and pushes بيرتفع وإيه ويدفع the air with carbon dioxide بيدفع الهواء المحمل بثاني أكسيد الكربون out of خارج إيه our lungs خارج الرئتين الخاصة بنا نقرأ بسرعة بقى يا أولاد تلخيص عن الجهاز التنفسي our respiratory system we use our respiratory system when we breathe بنستعمل بنستخدم الجهاز التنفسي بتاعنا إمتى يا أولاد when we breathe عندما نتنفس we need oxygen in our bodies إحنا بنحتاج طبعا اكسجين لإيه لأجسامنا we breathe in air through our nose إحنا بنستخدم إيه يا أولاد we breathe we breathe in air through our nose إحنا بنتنفس عن طريق إيه يا أولاد بنتنفس الهواء عن طريق طبعا الأنف our diaphragm goes down يعني إيه يا أولاد إن الحجاب الحاجز بيعمل إيه بينخفض goes down يعني بينخفض our diaphragm goes down it pulls air بيسحب الهواء into our lungs لإيه علشان يدخلوا للرئتين in the lungs في الرئتين أو داخل الرئتين the oxygen from في داخل الرئتين the oxygen from the air goes into our blood الأكسجين لما بيدخل الرئتين بيرخفين يا أولاد للدم our heart pumps this blood around the body والقلب بتاعنا بيدخ الدم لجميع أنحاء الجسم the diaphragm goes up بعد كده الحجاب الحاجز يعني اللي هو بيرتفع it pushes air إنه يدفع الهواء خلاص إحنا بنخرج ثاني أكسيد الكربون it pushes air بيدفع الهواء with carbon dioxide بيساني المحمل بإيه بيساني أكسيد الكربون out of our lungs خارج إيه الرئتين بتوعنا we breathe out إحنا إيه بعد كده الوقت يا أولاد breathe out يعني بنعمل عملية اللي هو الزفير يعني بنخرج الهواء المحمل بثاني أكسيد الكربون خلاص نقرأ مع بعض extra vocabulary يتنفس breathe 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 يضخ pump 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 يسحب pull 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 ثاني أكسيد الكربون carbon dioxide carbon dioxide carbon dioxide carbon dioxide تاني carbon dioxide دم blood 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 after that expressions and phrases يتنفس عن طريق الأنف breathe breathe throw our nose breathe throw our nose breathe throw our nose بعد كده يسحب الهواء إلى pull air into pull air into pull air into يضخ الدم حول pump the blood around pump the blood around pump the blood around يذهب للأسفل أو ينخفض go down go down go down يدخل إلى go into go into go into بعد كده نختبر نفسنا سريعا بيقول read and put draw or false number one we use our respiratory system when we eat طبعا يا أولاد ايه false we use our respiratory system when we breathe بنستخدم جهازنا التنفس لما بنيجي ناكل ولا لما بنيجي نتنفس يبقى that false number two we need oxygen in our body طبعا محتاجين ايه اكسجن لا اكزامنا number three our heart pumps the blood around our body طبعا true احنا القلب بتاعنا بيضخ الدم لجميع أنحاء الجسم بعد كده يا أولاد بيقول look read and notice نلاحظ بقى ايه اللي هو الحصول على جهاز تنفسي صحي أو العكس having a healthy respiratory system having a healthy respiratory system الحصول على جهاز جهاز تنفسي صحي number one stay away from smoke ابعد عن التدخين stay away يعني ابقى بعيدا عن stay away from smoke ابعد عن ايه عن التدخين number two exercise تدرب تدرب أو تمرن ده بيكون بيخلي عندنا ايه أولاد healthy having a healthy respiratory system number three بيقول ايه put green plants in your balacone يعني ايه يا أولاد نحط زرع في البلكونات بتاعتنا او في الشرفة put green plants in your balacone يعني علشان اننا نتنفس هواء نقي نضيف number four drink plenty of water اشرب ايه كتير من المية drink plenty of water drink plenty of water اشرب مية كتير after that يا أولاد بيقول نوت لما نجي نستخدم أسلوب الأمر أو أنا بنصح اللي قدامي بقول we use imperative form to give the instructions بنستخدم صيغة الأمر imperative form اللي هي صيغة الأمر imperative form لما باجي أأمر حد بجيب على طول infinitive اللي هو مصدر الفعل يعني أقول drink water اشرب ماء أنا كده بأمر drink أبدأ بالفعل على طول ومن غير إضافات بيبقى infinitive drink water stay at home حليك في البيت نيجي بعد كده يا أولاد ل-exercise بيقول لي هنا look and choose number one healthy or unhealthy طبعا هو كده بيلعب رياضة بشي الحديد يبقى right طيب number two البنت بتعمل she eats she's eating an ice cream that's wrong number three it's wrong yeah also برضو خطأ number four the boy is drinking water نيجي ل-question number two بيقول لي look and write number one what's this يا أولاد نكتب بقى الأجزاء أو parts of the اللي هو إيه اللي هو الجهاز التنفسي respiratory system يبقى أول حاجة news number two ha excellent mouth number two ha mouth number three what's this number three طبعا زي ما احنا شايفين بيشور على إيه الرئتين يبقى إيه طبعا لازم نحفظ vocabulary دي يا أولاد كويس جدا number four ده اللي هو الإيه يا أولاد diaphragm اللي هو مين الحجاب الحاجز diaphragm diaphragm نيجي ل question number three بيقول لي choose the correct answer number one we chew food with our هه طبعا نحن حفظين الكلمات يبقى فهمين بيقول إيه with our يا أولاد excellent with our teeth بنمضغ الطعام بإيه طبعا بقى سنننا number two the mouth news esophagus moves food in the stomach مين اللي بيحرك الطعام في المعدة move the food to the stomach عفوا اللي هو بينقل أو بيحرك الطعام للمعدة ها esophagus yes excellent المريء هو اللي بيحرك لإيه الطعام لإيه للمعدة number three we need energy and ها neuterians in our body محتاجين طاقة وعناصر غذائية الأجسمنا neuterians number four we breathe through our hour يا أولاد news eye air بنتنفس عن طريق ايه طبعا news number four يا أولاد بيقول read animatch اقرأوا ايه وصل number one بيقول لي news أشوف أنهي sentence هنا بيقول لي this is the muscle under the lungs مين the muscle under the lungs العضلة اللي تحت اللي هي السماء الرئتين طبعا ايه excellent diaphragm اللي هو مين الحجاب الحاجز طيب this is in the center of the face مين اللي موجود في منتصف الواق news number three to move quickly from one place to another مين اللي بيعمل كده ها ليتحرك سريعا من مكان إلى آخر ها excellent pump اللي هو الضخ بيضخ اللي هو الدم بيضخ من خلال ايه لجميع أنحاء الجسم to move quickly from one place to another بيتحرك بشرعة من مكان للإيه ليد آخر after that the last one we have two of these these are they are inside the body من اللي احنا بنمتلك منهم اتنين موجودين داخل الجسم طبعا lungs اللي هما مين الرئتين number five يا أولاد بيقول read the passage اقرأ الفقرة and answer the questions we eat and drink every day احنا بنأكل ونشرب every day كل يوم we put the food in our mouths بنحط الأكل فين يا أولاد في بقنا نضع الطعام في أفواهنا and it you eat with our teeth ونمضغه بأسناننا then بعد ذلك our esophagus takes it to the stomach بعد كده المريء بتاعنا بيوديه فين للمعدة to mix it with the gastric juice علشان تخلطه بالإيه بالعصارة المعدية the gastric juice العصارة المعدية دي بتعمل إيه changes food into a simpler form بتحول الطعام مهضوم الطعام ده المخلوق بالعصارة المعدية دي علشان يتحول لأبسط صورة to get energy علشان نحصل على إيه بتحول لأبسط صورة to get energy and the nutrients للحصول على الطاقة والعناصر الغذائية number one بيقول choose the correct answer number one we chew food with خلاص عرفنا بنمضغ بإيه with إيه number two we get nutrients or air or juice from food بنحصل على إيه من الطعام نيوتاريانس or air or juice طبعا إيه نيوتاريانس بنحصل على العناصر الغذائية من خلال الطعام after that يا أولاد بيقول لي answer the following questions أجب عن الأسئلة تالية number one what does the gastric juice dough العصارة المعيدية بتعمل إيه أولاد بعد كده يا أولاد answer the following questions أجب عن الأسئلة التالية what does the gastric juice dough إيه اللي بيعملوا العصارة المعيدية طبعا زي ما قلنا أول حاجة بتحول الطعام لأبسط صورة it it إيه يا أولاد changes it changes food it changes food it changes food into a simpler form into لأبسط صورة into a simpler food into simpler simpler food form بتحول الطعام لإيه لأبسط صورة لي أولاد to get علشان نحصل على إيه to get ها energy علشان نحصل على الطاقة وإيه كمان والعناصر الغذائية اللي هي إيه and nutrients and ها nutrients 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 وطبعا بتجيبها من passage اللي قدامنا يبقى what does the gastric juice dough it changes food into a simpler form to get energy and nutrients طيب question number 2 بيقول what does the esophagus dough المريء بيعمل إيه أولاد what does the esophagus dough يبقى المريء بيعمل إيه أولاد what does the esophagus dough طبعا it بيعمل إيه أولاد طبعا عرفنا إن هو بياخد الطعام بينقله للا a للمعدة it takes food it takes food to the stomach للا للمعدة to the stomach it takes food to the stomach علشان يعمل إيه to the stomach to mix with علشان to mix it with علشان يخلطوا بإيه تخلطوا بإيه to mix it بعصارتها المعدية with gastric juice with it's gastric juice okay gastric juice gastric juice طبعا زي ما احنا عرفنا علشان ايه to get energy and nutrients after that يا أولاد آخر question معنا اللي هو question number six بيقول لي write for instructions to have a healthy respiratory system اكتب أربع إرشادات علشان نحصل على ايه على جهاز تنفسي ايه صحي طبعا number وان يا أولاد زي ما قلنا stay away from smoke ابعد عن التدخين stay away ابتعد عن التدخين دي طبعا أول حاجة علشان يصبح عندنا healthy respiratory system stay away from smoke from smoke نبتعد تماما عن التدخين دي أول حاجة طيب number two نعمل ايه كمان exercise نمارس التمرينات exercise علشان ايه ده بيساعد على ايه على اللي هو الجهاز تنفسي صحي exercise number three يا أولاد number three طبعا put نحط زرعة أخضر فين في البلكونات بتاعتنا put green put green plants نضع نباتات خضراء put green plants فين يا أولاد in our بالاكوني in our بالاكوني في الشرفة بتاعتنا أو اللي هي البلكونا number four إن إحنا نعمل إيه نشرب مياه كتير يبقى إيه drink plenty plenty of water drink plenty of water نشرب الكثير من الماء plenty of water وبكده يا أولاد خلصنا listen to ويا رب إن شاء الله تكونوا استفدتوا وأشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم